ما سر حلب؟ هذه المدينة الاستثناء ما سرها إذ تستطيع أن تفرض حضورها باستمرار على الدوام تجد حلب محل نقاش وبحث لا نتحدث هنا عن الشعراء والأدباء ولا عن حلب الفاتنة أو الملهمة أو الثرية بفنها ومطبخها بل عن حلب في السياسة وبين السياسيين الذين لا يفتأون يتطلعون إليها كحاضرة جيوسياسية وعنصر مركزي في كل الصفقات الممكنة أو المحتملة أو المتمنى قبل عقود تفاخر نزار قباني بهذا الموقع الاستراتيجي المتميز لحلب حتى على أعظم حواضر أوروبا عندما قابم معناه إذا كانت نصف طرق الدنيا تؤدي إلى روما فإن كل طرق الدنيا تؤدي إلى حلب واليوم بل ومنذ سنوات ومع كل تطور في سيرورة الحرب السورية وعند كل تحول أو منعطف تحضر حلب بعد أن يكون الجميع قد اعتقد أن ملفها حسن وباتت خارج النقاش تماما كما يحصل اليوم مع حديث مسؤولين أتراك ووسائل إعلام مقربة من الحزب الحاكم في أنقرة عن خطة خاصة بحلب تقول صحيفة صباح التركية إن أردغان شكل لجنة مهمتها الإشراف على إنجاز مناطق أملة في الشمال السوري الخاضع لها يحتوي على مدن صناعية ومشاريع واستثمارات تحاكي حلب غاصمة الاقتصاد والصناعة السورية بالتأكيد مثل هذا المشروع إن تم فسيحقق مكاسب كبيرة لجميع الأطراف بما فيها تركيا التي ستجد عشرات آلاف السوريين يعودون بشكل ضوعي فعلا وحقا إلى تلك المناطق لكن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي السابق ذهب أبعد من ذلك بالأمس عندما قال في سياق النقد القاسي الذي كان يوجهه لرأس نظام الميليشيات والمخدرات بشار أسد إن حلب يجب أن تخضع لسيطرة عمامية لكن من ناحية تركيا ووجهة نظر تركيا وتطلعات تركيا بما يخص الحل في سوريا وأمال تركيا فيما يتعلق بنفوذها المستقبلي واستمرار تأثيرها في جارتها الجنوبية هل فعلا ذهب أغطاي بعيدا عندما قال ذلك؟ لماذا لا نقول إن المستشار نطق بالحل المنطقي واختصر كل الكلام والأخذ والرد وكان صريحا ومباشرا في قول ما يجب أن يقال أو يحدث ولماذا لا تخضع حلب لإغادة أو إدارة أمامية على الأقل بشكل مؤقت إلى حين إنجاز الحل السياسي الشامل في سوريا أليس العدد الأكبر من اللاجئين والمهجرين السوريين في الشمال وفي تركيا هم من سكان حلب؟ كيف يمكن أن يعود مليونان وأكثر من الحلبيين المقيمين في تركيا أو على حدودها طالما أن من يسيط على مدنهم وبلداتهم وأحيائهم ميليشيات النظام وقطعان شبحته وجلاوذة مخابراته وأمنه الذين هجروهم مليون حلبي يعوضون من تركيا نهيك عن آلاف من غير الحلبيين رقم ضخم يحل كل مشاكل تركيا فيما يتعلق بقضية الأجانب واللاجئين والسوريين فلما لا؟ أم إن هذا الطرح مجرد حلم لا أكثر؟ لا يكاد يسكت عنه السياسة الأتراك حتى يردده الإعلاميون المقربون من الحكومة ولا يكاد ينساه الناس حتى يعيد طرحه المؤيدون للسياسة التركية الأمر الذي يحقق تفاعلا في كل مرة للأمانة وهذا طبيعي لأننا نتحدث عن حلب ومن يستطيع تجاوز الحديث حين يكون عن حلب لكن حتى لو لم نقل إنه مجرد حلم فهل هناك أي ومكانية لتنفيذ مثل هذا الطرح؟ هل تستطيع تركيا التي عاجزت عن إقناع أحد بإنشاء منطقة آملة في الشبال السوري أن تجد من يقتنع بمشروعها حول تدويل حلب؟ ثم حتى لو كان هناك من يقتنع هل هناك أي إمكانية لتنفيذه بالفعل؟